الحقيقة الدقيقة أن بعض الحروف حروف المعاني منها لو لو كما قال النحات حرف امتناع لامتناع لو جئتني لأكرمتك انتنع اكرامي لك لامتناع مجيئك أما لو لا حرف امتناع لوجود لو لا المطر لها لك الزرع ولو أنهم استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ولو أنهم استقاموا على الطريقة على منهج الله لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه هم لم يستقيموا إذن هناك معالجات منها الجفاف أما آية اليوم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض هناك ربط بين الرزق والاستقامة يعني هناك مئات القوانين الثابتة لا تتغير ولا تتبدل ولا تعدل ولا تجمد ولا تضعف إلا أن الله سبحانه وتعالى موضوع الصحة والرزق جعلهما متبدلين ليكون موضوع الصحة والرزق أداتين تأديبيتين من الله عز وجل والدليل ولو أنهم استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه إذن نحن نؤمن أن الرزق بيد الله والصحة بيد الله هذان الشيئان الخطيران بيد الله عز وجل يستخدمهم الله رب العالمين لحكمة بالغة بالغة قد يستخدمان تأديبا وقد يستخدمان تكريما ولو أنهم استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا إذن هناك ربط بين المظاهر الطبيعية وبين سلوك العباد هذا الربط يؤكد أن الخالق واحد الذي خلق الموت والحياة خلق الصحة والمرض خلق القوة والضعف خلق المياه الرفيرة مع شح الأمطار بيد الله عز وجل وهذا ما نقوله تعال لا إله إلا الله يعني القرآن كريم ذكر فحوى دعوة الأنبياء جميعا بكلمتين وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون التوحيد نهاية العلم والعبادة نهاية العمل أنت بين فكر وسلوك بين منطلقات نظرية وخطوات عملية فملخص العلمي التوحيد وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد ألا ترى مع الله أحدا لا معطية ولا مانعة ولا رافعة ولا خافضة ولا معزة ولا مذلة إلا الله فضيلة الدكتور محمد راتب النبوسي في بداية الآية هناك إشارة لأهل القرى من المقصود شفنا بها؟ والله فيه استنباطات كثيرة يعني هو القرآن حمال أوجه يبدو أن المجتمعات كلما ضاقت دائرتها ازداد الضبط الاجتماعي وكلما اتسعت ضعف الضبط قرية محدودة الخطأ فيها يذاع ينتقل هناك من يلوم مدينة عملاقة فيها خمسين مليون قد يفعل إنسان كل موبقات ولا أحد يدريبه فكلما ضاقت الدائرة ازداد الضبط وكلما اتسعت ضعف الضبط لذلك الله عز وجل قال ولو أنا أهل القرى هي إشارة عميقة جدا كلما ازداد التجمع ضعف الضبط وكلما ضاقت تجمع اشتد الضبط يعني كلما كانت المدينة أكبر في عصر الحالي المدن الكبيرة طبعا فيها موبقات معلمه إذا الله القرى أقل أن القرى في تواصل والجميع يعرف خطأ الخطأ يشتهر طيب شيخنا هذه الآية ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا تأتي في سورة الأعراف ولها سياق ما قبلها وما بعدها ومناسبتها لهذه السورة لو أشرتم شيخنا أو وضحتم لنا مناسبة هذه الآية لموضوع سورة الأعراف نعم الآية تقول وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون كما قالوا بلدة شاردت عن الله إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون أنا أضرب مثل بسيط إنسان يمشي في الطريق رأى ابنه ورفقيه الابن يدخن فغضب غضبا من ابنه كثيرا أما ابن عمه يدخن الغضب أقل أما التالت ما بيعرفه اتركه كلما كانت الرحمة أكبر كان المتابعة أشد الله أرحم الراحمين خلقنا ليرحمنا والدليل إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم كلمة ولذلك خلقهم إركل بقدمك كل كلام آخر بقدمك إركله خلقنا ليرحمنا خلقنا ليسعدنا خلقنا لجنة عرضه السباوات والأرض فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر خلقنا للنعيم المقيم خلقنا للجنة إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم ففي أفكار أخرى أنه الله كاتب عليه الذي يفعل المعصية ويتوهم أن الله كتبها عليه هذا النوع من الكفر يعني واحد ما درس وأم ما نجح أم آل هذا الطالب الله كاتب عليه ما أنجح هذا كلام فارغ هذا كلام بده عقاب كمان طيب شيخنا في هذه الآيات أيضا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركاته من السماء والأرض ولكن كاتبوا لماذا السؤال هنا شيخنا لماذا قص الله سبحانه وتعالى على رسوله عليه الصلاة والسلام طرفا من أخبار تلك القرى هي الحقيقة أن القصة لها شيء آخر هناك كلام مباشر هناك كلام غير مباشر يعني واحد الأب أعطى لأبنه توجيهات دقيقة جدا بعدم السرعة معه سيارة ابنه أما حينما يرى أن ابن حادي السير مروع ثلاثة ميتين والدماء ماشيه هي أبلغ من النص فالقصة أداة تعبيرية عميقة جدا دائما إن أردت أن تهدم الطرف الآخر استخدم القصة قرأ عن الصحابة عن التابعين عن العلماء الكبار عن تاريخ هذه الأمة وإذا أردت أيضا أن ترحط من القيام ائتي بالأفلام فلذلك لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب القصة فيها عبرة قلت قبل قليل حادث مروع ثلاثة ميتين أبلغ من ألف محاضرة بعدم السرعة فالقصة حقيقة مع البرهان عليهم حقيقة مع البرهان عليهم أيضا فضيلة الدكتور محمد راتب النبوسي ونحن في ربيع القلوب نتناول هذه الآيات سبحانه وتعالى جمع بين الإيمان والتقوى بقوله آمنوا والتقوى يعني برأيكم شيخنا كيف نفسر الجمع بين الإيمان والتقوى وهل الإيمان لم يكن كافيا لهذه البركة مجردا عن التقوى أنا قد أؤمن بضرر هذه المعصية أما حينما يستنير قلبي بنور الله أرى رؤية أبلغ من فهم الفكري في فهم فكري وفي رؤية رؤية التقوى نعم الآية تقول يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به يا أيها الذين آمنوا تقوا الله وأمنوا برسوله دقيق يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به للتوبيح الدقيق هذه العين بأعلى درجة من البصر ستة على ستة والغرفة ما في ضوء فالأعمى والبصير بهالغرفة سيئة لا بد من نور فكما أن العين تحتاج إلى نور متوسط بينها وبين المرء العقل يحتاج إلى نور إلهي يتوسط بين العقل وبين الحقيقة كلام دقيق جدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به فلذلك العقل وحده لا يكفي لمعرفة الحق العقل أعقد جهاز بالكون أعقد جهاز بالكون في مبادئ ثلاث مبدأ السببية والغائية وعدم التناقض أنت لا تفهم شيء إلا بسبب أني أغلقت البيت وسافرت لنزهة شهر زمان رجعت الإضاءة المصابيح متألقة وأنت أغلقت الكهرباء كليا بالبيت تضطرب لما تضطرب أنه أنت لا تصدق أن هذه المصابيح تألقت وحدها هذا مبدأ السببية شيء آخر ترى شاحنة وراها سلسلة لماذا هذه السلسلة تلتصق بالأرض ما ما لك علاقة بالشاحنة إطلاقة ولا بالنقل البضائع بس عندك حاجة عقلية ما علّدها هذا مبدأ الغائية الغائية حاجة عقلية والغاية من كذا ما هي نعم هالبقرة هاي تعطي سبعين كيلو حليب وليدها يحتاج لك دين حليب الفرق لمن تجي الآية والأنعامة خلقها لكم خلقت لكم خصيصا وكلمة لكم بأعتقد وردت فيها بعشرين مرة بقرآن يعني هاي مخلوقة لكم مصممة لكم خصيصا شخصا هل يمكننا أن نفهم من الجمع بين الإيمان والتقوى وربطها بفتح بركات السماوة والأرض أمنا يعني حل مشكلات المجتمع وحل مشكلات العالم الإسلامي في ظل ما نعيشه الآن بالإيمان والتقوى فقط يا أي وحده ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم هذا معنى أطلاقا لا ما نزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة خلقنا ليسعدنا خلقنا لجنة عرضها السماوات والأرض والآية أدق من ذلك ولمن خاف ما قام ربه جنتان جنة في الدنيا وجنة في الآخرة الآن الفاعل هو الله القوي هو الله المتصرف هو الله وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضْرُكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا الآية دقيقة وَمَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَإِنْ كَانَ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالِ الْجِبَالِ تَزُولُ مِنْ مَكْرِهُمْ لكن وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضْرُكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا فأنت في حصن حصين فإذا كان الله معك فمن عليك وإذا كان عليك فمن معك ويا ربي ماذا فقد من وجدك وماذا وجد من فقدك مصطلح البركة شيخنا هنا في هذه الآية بركات من السماء والأرض ربما السؤال هنا هو الفرق بين فتح البركات وفتح أبواب كل شيء فالله سبحانه وتعالى يفتح على أهل الإيمان بركات السماء والأرض كما في الآية أهل الإيمان والتقوى أما الكفر قد يفتح عليهم أبواب كل شيء المال والرزق والجوع والمرض والتقوى يعني إنسان دخله محدود شيني شو الفرق بين البركة والرزق دخله محدود اتزوج زوجة صالحة مؤمينة والدخل محدود يأكل ويشرب ويتنعم بأولاده وبزوجته وبمكانته وبدعوته إلى الله ودخله واحد من مئة من دخل واحد متفلت إذا بسكر أسطين واحد من كبار إغنياء العالم يملك تلاتة وتسعين مليار على فراش الموت ماذا قال قال هذا الرقم لا يعني عندي شيئا والثاني يملك سبعمائة مليار أكبر ثروة بملكة إنسان أيضا هذا الرقم لا يعني عنده شيئا لذلك هناك شرح دقيق للرزق والكسب الرزق من تفعت به الرزق من تفعت به والحديث يقول ليس لك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأبقيت مع أن الذي تنتفع منه مباشرة تتبونهود بندان ليس لهما أثر مستقبلي أكلت فأفنيت لبست فأبليت تصدقت فأبقيت أما الآخر الحجم المالي اسمه كسب في إنسان يملك تسعين مليار قال عليه فراشي الموت هذا الرقم لا يعني عندي شيئا والآخر يملك سبعمائة مليار هذا كسب الكسب لم تنتفع به لكن تحاسب عليه الرزق انتبعد به بندان ليس لهما أثر مستقبلي وبند هو الحقيقة الدقيقة التي نعيش من أجلها الحقيقة الدقيقة الإنسان إذا شرف على الموت بيقول ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا معنى ذلك أن علة وجوده الوحيدة في الدنيا العمل الصالح ولم سمي العمل صالحا لأنه يصلح للعرض على الله ومتى يصلحه إذا كان خالصا وصوابا خالصا ما ابتغي به وجه الله وصوابا موافقة السعودة طيب فضيلة الدكتور هل البركة والرزق منحصران فقط في المال أو الكسب الرزق لا لا دقيقة أم هي أعمى ذلك وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فالإيمان رزق الانضباط رزق الاستقامة رزق السعادة البيتية رزق الزوجة الصالحة رزق الأولاد الأبرار رزق في مئات أنواع الرزق ما العلاق بالمال إطلقها عندك ابن صالح زوجة صالحة عندك مكانة اجتماعية عندك راحة نفسية عندك توفيق بعملك عندك سعادة تعيشه السعادة فعطاءات الله لا تنتهي مباراة يعني عطاء كثير برقة كبيرة جدا يعني أنا أقول كلمة لا أبالغ بها هذا المؤمن المستقيم الذي عرف الله فاستقام على أمره إن لم يقل ليس على وجه الأرض من هو أسعد مني إلا أن يكون أتقى مني عنده مع الله مشكلة إله أنت مع الخالق مع القوي مع العليم مع الحكيم مع الرحيم وكل من حولك بيده دقيق الكلمة إذا في عندنا شيء خمسين وحش كاسر جائع مفترس هذه الوحوش كلها مرتبطة بجهة عليمة حكيمة قوية أن علاقتي مع الوحوش أم مع من يملكها سؤال مع من يملكها الدليل فكيدوني جميعا يتحدى قرآن ثم لا تنظرون إِنِّي تَوَكَلْتُ امْ يَا وَأَدْنُ بَعْنُوَهِ غير الإيمان أو حتى غير أهل الصلاح فتحت عليهم أبواب الرزق والرزق وفير والسعى فقد يقول أنه والعكس يجد أنه الإنسان الصالح فقير ومتعب فلما نسوا ما ذكروا به فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ما قال باب أبوابه ما قال شيء أبوابه كل شيء حتى إذا فرحوا بما أتو وخدناه بختب بربك إذا مريضين أمام طبيب الواحد معه اتهاب معي بحاد يحتاج إلى حمية قاسية جدا ستة أشرع الحليب فقط والثاني معه ورم خبيث منتجر فالأول أخضعه لحمية قاسية جدا أما الثاني سأل الطبيب ماذا أكل لكل ما شئت أيهما أفضل أن تخضع لحمية قاسية أم أن تأكل ما تشاء واضحة تماما فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أتو أخذناهم بختب فإذا هم مبلسون عبرة بالآخرة عبرة بالمصير جميل جدا طيب فضلت الدكتور تعقيبا على هذه الإجابة أنه بعض الصالحين أو الملتزمين ربما قد يظن أنه الآخرة للمؤمن والدنيا للكافر هل يزهد المؤمن بالدنيا أطلاقا لا فيك كلام دقيق جدا ولمن خاف مقام ربه جنتان جنة في الدنيا وجنة في الآخرة جنة الدنيا جنة القرب وجنة الآخرة جنة الخنود لكن الله عز وجل في الدنيا يعني يعالج عبد المؤمن يعالج معالجة لطيفة فإذا انشغل بشيء دون هدفه الكبير يضيق عليه واحد معه انتهاب ما عيد يعتلك فأخضعه الطبيب ليحمي قاسي آم نجا من هذا المرض كليا وعاش حياة سعيدة أما الذي شرد عن الله شرد البعير فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عنهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا منها أتوك فإذا كان في معالجة معنا في أمل الشفاء التام لذلك أهل جنة إذا انتهت حياتهم يقولون لم نر شرا قط مع أنه تعبوا كثيرا في الدنيا حتى استقاموا وحتى فتح الله عليهم قربه أما أهل النار يقولون لم نرى خيرا قط فالعبرة في النهاية في المصير فضلت الدكتور في الآية ولو أن أهل القرى أمنوا اتقوا لفتحنا عليهم بركاته من السماء والأرض ولكن كذبوا هنا الآية أتت بوصفهم بالكذب وليس بالكفر ما الفائدة ربا هنا من إشارة الكذب للكفر كذب أنت حينما يقول لك الطبيب لابد من حمية قاسية جدا وانت لطيف واجتماعي تدفع له الأجرة وتشكره وتصافحه ولا تأخذ الدواء عدم أخذ الدواء تكذيب عملي مدحه وأسنع على علمه ودعطاه إجراء لأنه لم يأخذ الدواء هذا تكذيب عملي والتكذيب العملي أخطر الذي كذب نظريا بتناقشه بتحاوره بتقنعه الذي قال لك الدين عظيم والإسلام عظيم ووضع آيات قرآنية على بيته ومصحف على سيارته وماله ماشي مستقيم المظاهر الشكلية لا يتقدم ولاده أخر فنحن عنا مظاهر إسلامية رائعة جدا مساجد رائعة وفرش وسير بالمساجد واحتفالات دينية رائعة جدا بس بيتنا إسلامي دخلنا إسلامي انفاقنا إسلامي نشاطنا إسلامي حرفتنا إسلامية أفراحنا إسلامية أفراحنا إسلامية كله خلاف الشرعة فلما لم نطبق ما كرفنا به الله عز وجل في حل من وعوده كلها سبحانه الله فضلت الدكتور محمد راتب النابلسي في هذه الآية قاله تعالى فأخذناهم بما كانوا يكسبون في الآية التي قبلها فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون الأولى ذكر الطريقة والثانية ذكر السبب نعم كيف نفهم هذه الآيتين موت الفجأة لغير المؤمن يكون غارق بالمعاصي والآثاب أما المؤمن قد يعالج قد يأتيه مرضاً وبيل يتوب فيه من بعض الأخطاء قد يحرر دخله قد يحرر علاقته قد يبدل وظيفته إذ كان وظيفة ما بترضي الله عز وجل فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليه أبوه بكل شيء فالبطولة أن تكون خاضعاً للمعالجة هذا مرة تانية حقول أن الطبيب قال له كل ما شئت هذا مؤشر خطير جداً ما في أمل بالشفاء معه ورم خبيس منتشر لأخضعوا لحمية قاسية هذا مؤشر إيجابي مدام الله يعالجنا ويضيق علينا نحن في خير في الآية التي تليها فضيلة الدكتور محمد راتب نابلسي أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتاً وهم نائمون هل أنه بمعنى الحقيقي أم بمعنى وهم غافلون لا تحتمل معنيين تحتمل إما أن يأتي بالليل في مصاعب جاءت في الليل في أشخاص ناموا وما استيقظوا ناموا على معصي وما استيقظوا في أشخاص قد تأتي في النهار القرآن حمال أوجه ويحتمل الوجوه كلها إن كانت مشروعة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر